المطبخ ساهمة بنرحب بكم وهنعمل مع بعض أكل اللي هو اسمه أول أكل اللي بتاكل بالصوابع اللي مش محتاج أعمل منه كمية كبيرة مش لازم أكله شوكة وسكينة وغرف لأ هتبع حاجات صغيرة حاجة من الحاجات اللي موجودة عندنا في المطبخ بتاعنا محش ورق العنم محش ورق العنم إذا كنا هستعمله بارد أو صغر بيبقى فيه خضرة من جوا عشاب طماطم صدور فراخ هستعملها معاه واستعمل فلفل مع بصل ألوان بتابلهم ملح وفلفل الموضوع هيكون بسيط جدا إزاي أبتكر أنا حاجة من دي مختلفة شوية بإضافات بسيطة أجيب هنا صدور فراخ من غير جلد أو عض بخليها من هنا تأكد إن أنا نفتحها بالطريقة ديت أفتحها من النص وبعدين هبططها أو أفردها يعني السدر هعمله على اتنين نجيب ده هنا وده هنا ونفتحه بجيب كيس بلاستيك من المطبخ بريقة جدا بخليها رؤيقة فادي أول خطوة فادي كده هاجي بعتبل ده بشوية هنا ملح وفلفل وبعدين نشوف نحشيوم إيه شوية فلفل شود وبعدين بلبس جوانتي تاني هنا ونبتدي نلف هو نجيب ورق العين في واحدة نشوف ممكن نحط واحدة أو اتنين جنبا بعد ممكن اتنين جنبا بعد والفراخ التانية نحط فيها فلفل ملون دي بقى طعبة لفها بالبلاستيك رفيع جدا يعني دي بيكون حجمها نقطع دي وأخدها تأكد انها ملفوفة ولفها في بلاستيك زي فكرة السجوء نوسع لها مكان هنا بس نتأكد ان كل حاجة جوها ومتغطية بالفراخ لان هو ده الاساس اللون اللي احنا عايزينه بيطلع نلفها كده وبقفل عليها خد العين على جنب وورق العنب بعمله بنفس الطريقة نجيب ورق العنب هنا يبقى انا عايحاطة ورق عينة بجوه الفراخ وبعدين بجيب البلاستيك اللي نلفه فيه وبعدين هنلف ده فرق ألموني يبقى عندي دوت الفكرة الأساسية هنا هنوم ألوان الفراخ لونه أبيض جواها خضرة او الفراخ لونه أبيض جلواها ورق العنب للأمان هنا هحط ديت بعد ما بنلفها في البلاستيك ونقفلها جامد هنا ونقفلها جامد هنا وبسدقها نكرر نفس الحكاية نرفوهم هنا تبقى عاملة زي الأصابع بس مش هو ده عشان كده اسمها finger food لا يبقى انا عملت فراخ شوية من الخضار السوتيه حطيت معا جبنة ودول ممكن نعمل معاهم صلصة نجيب شوية من الزبادي شوية صغرين هنا هم شوية نعناع متأكد إن السكينة اللي استعملتها للفراخ قطعت الفراخ لو هستعمل همش تاني استعمل الطاعة جديدة سكينة جديدة وإيدي ما تكونش لمسة للفراخ لو هستعملها مع أكلة تانية حط شوية من النعناع شوية تانين هنا هوا متابل ده بملح وفلفل لو عايزين تحط شوية توم ممكن بس خلينا بنقول finger food يعني معناها حفلة يعني معناها اللي بيأكل هيبقى يعني فيه أكتر من حد فنبعد عن التوم في الحاجات دي نجيب شوية ملح وفلفل ندبلهم وبعدين ممكن شوية هنا من الخيار عشان تبقى زي سلطة الزبالي المتعرف عليها خيانا نطعهم بالطول الأول وبعدين رفاعة أو نبشرها لو عايزين كده تبقى السلطة موجودة عندي جاهزة ونحطها هنا مع شوية زيت زتون أو زيت عادي شوية من الزيت مش هكتر هنا هوا ونجيب البار اللي نقدمهم فيها نخلي واحدة خاضرة زي ما هي كده نحط عليها شوية نعناع تانية تبقى حمرة دي كده قم كتعة نعناع سيكون طازة أحسن شوية هنا من لون الأغطر كل دي حاجات الصغيرة اللي هتدي منظر للأساس عندي اللي هو الفينجر فود نفسه اللي هو إيه نجيب اتباق التقديم ونبتدي نرص فيه الفراخ اللي احنا عملناها دي بارة عن ايه فراخ محشية ورق عينب وفراخ محشية تبقى حاجات صغيرة جدا دي بتبقى نوع نجيبها هنا نحطها في الطبق وزي ما انتو شايفين حسب الحشو اللي انتو حطينه جوه هتطلع الألوان بتاعتها يبقى ديت لو حطيته فرق العنب شوية تماطم شوية فلفل أحمر هيطلع نفس الألوان اللي انتو حطنينه يحطي هنا الفراخ في ورق العنب يو عاكيد أكلكم بتعملوا ورق العنب لو عندكم صدر فراخ ممكن تجربوا حاجة زي كده زي ما بقول فنجرفوة حاجة التاكل صغيرة كده هون والتانية هتبقى ملونة بال خضار اللي فيها عشان كده اخترت انه ما حطش ألوان كتيرة في ورق العنب يبقى كده هون النوع التاني من نفس الفكرة اللي هي فراخ معمولة طبق التقديم نهط ورق العنب هون ونبتدي نروس الخضار بنفس الفكرة وده هي فكرة اللي هو الفينجرفود أو الأكل اللي بتاكل بالصوابع مش محتاج له لخلة ممكن نحط معا خلة نحط هناك الخضار الفراخ بالخضار وحاجة مبسيطة جدا مختلفة تماما وانتو ممكن تبديعوا وتحطوا حشوات تانية مختلفة عن نحن عملناها لكن الفكرة فيها ايه عندي حفلة عندي عزومة بعمل احشي الفراخ حاجات مختلفة صدر الفرخة ممكن يعمل لي خمسة يعني خمستاشر واحدة لو فتحته ورأيته زي ما فردناه تدبيره ملح وفرفل جربوه ان شاء الله ديناها الرضاق من الأكلات الخفيفة اللي هي ممكن تتعمل زي ما ببقى عليها كانابيز أو او اللي هو فنجر فود أو أبيتايزر حاجات اللي بتابعوا مقبلات ممكن تكون الأكلة كلها يعني احنا في المزة العربي بتعتبر ايه بتعتبر قطمة ممكن مع الأطماط دي بعمل وجبة فإذا ممكن وجبة تتقسم لأطماط هعمل معاكم نوع من أنواع الفنجر فود ديت بطريقة عرفتها من واحد يوناني جريجي الكلام ده كان واحده ثمانين من البشاميل اللي ما بعمله بشاميل كتير فعملناها بشاميل زي الرولاد اللي هو بتاع الكيك فبجيب زبدة ودقيق بطبخ من الضيق في الزبدة بعد كده هزود عليه الحليب تاكد بس إن هو وساح ودب عشان طعمه ما بيبقاش فيها طعم الدقيق وبعدين أتابلها ملح وفلفل بحط جسط طيبة وقبينا بعد كده بحط الحليب إنه نقلب كل ده عشان يتدخل تاكد ما هو بيغلي وبعمل بشاميل حط شوية ملحة صغارين هنا مجرد ما تبتدي يغلي هتبقى جاهزة سيبها تبرد خليها هنا تغلي شوية نكسب وقت ونعمل هنا البشاميل لما بتبرد بعمل إيه بجيب خمس بضعات أفصلهم وأستعمل هنا السفار ده كده بيكون السفار وبعدين ما يجيب اتنين بايض بطين بعملهم مارينج نرجع للبشاميل زي ما احنا شايفين البشاميل كده جاهزة فهي دي البشاميل اللي أنا عملتها بسيبتها تبرد يعني بعد ما بتتعمل أسيبها عشان تبرد وبعد ما بتبرد بحط عليها سفار البيض وبعدين منحط بيض البيض هعملها زي سويس روم نجيب الخليطين هوا حطه على بيض البيض المضروب اللي هو بقى مارينج تأكد ان انا بدخلهم فبعا يعني بدخل كده هون تابعت لي ما شوف ما فيش بيض خالص كده دي جاهزة هحط هنا زي ما احنا شايفينها ده كده بالزبط اللي هو عاجينة زي سويس رول بس ملحة نحط دي هنا هوا ممكن نرش ديت بيجيبنا برمجان على الوش بس نفردها احطها كده هون احطها في الفرن اسويها 350 او 170 لمدة 15 دقيقة لكني بعمل سويس رول بالزبط ممكن ارش عليها جبنا برمجان زي ما قلت و لما بتطلع ده بيكون شكلها دي ممكن اعمل منها اكتر من حاجة يعني دي بتبقى سمكتها سميكة يعني رويقة ممكن دي تعملها زي الجاتو او هلفها لو هلفها ممكن اخلي الجزء ده بره اللي هو الداهب ده اقطعها هنا اجيب شوية جبنة بنكيها احط شوية هنا من الجبنة ممكن احط معاها سلمون تربع في الخلاط مع شوية من الشبت احط كل دور هنا هون وبعدين نجيب فلفل الوان نحطه او ممكن احط رحان ورق رحان نفرده هناه ما عندي اختيارات ممكن نخلي الفلفل للرقات احط كل ده هنا هون ونلف الرولات ديت اللي هي تبقى عبارة عن بس مالح نجيب دي كده هون بلفها رفايع جدا واخد ده ونلفه في قلب بلاستيك نجيب ادى نوع نجيب البلاستيك هنا نلف في الرولات نعرض عليه ونبقى انا عندي هنا سويس رول بشامل تخليه هنا والنوع التاني هنعمل ورقات نجيب ديتنا السمعة على تلاتة بس نعمل نفس الفكرة تأكد ان تلاتة يجوا فوق بعض هنا وبعدين باجي نعمل الطبقة اللي تحت احط شوية من الكريمة الجبنة كريمة اللي فيها شوية من السلمون شوية من الشبت نحط شوية الألوان هنا نوزحها نحط هنا فلفل أحمر تحت بعدين أجي نحط لون تاني شوية من الجبنة تاني حط لون أصفر أو أخضر أو لاتنين لو حبيت تبل ده ملح وفلفل لو حبيت لو ما كنتش متبل البشامل نعمل هكدو وبحط هنا شوية صغيرة لكنه سمغ في الآخر في آخر طبقة يبقى دي رقات بشامل ده تبقى فكرتها بحطها في التلاجة على أساس تتماسك لو عايز أقطعها وأعمل رقات هاني ممكن ونبتدي نشوف شكل الجاتو دوت هيبقى عامل إزاي هممكن نعملها رقات كتيرة نضغط عليها هجيب طبقة التقديم وأقطعها زي الجاتو أو ممكن نعملها سنبوكسات حتى نعملها للطريقة دي يبقى من البشامل بعمل حاجة مختلفة زي فكرة اللي هي السويس رو وبعدين زي فكرة البقلاوة أقطعها كده ونبتدي نحطها في طبقة التقديم بس نوريكم كام واحدة هنا هو أحط ديت الطريقة دي ممكن زي ما قلت لو عايز أحط السلم المدخن بدل الفلفل الألوان ممكن أعمل كده و ده هيكون نعمل أنواع الجاتو الملح خلينا نزبط دول هنا هو خليهم البعدين بس نوريكم فكرة تانية لتزيينه ممكن أجيب ديبنا كريمة احطها على الوشي هنا هو شابت حاجة بسيطة هنا من الشابت طماطم عاست برضو الناس تعرف إن هو مالح مش حلو شابت وطماطم نقرر نفس الحكاية ونشوف اللي احنا عملنا له الرولات دوت اللي هم الفوف برضو يكون شكله ايه يبقى دي جاتو البشاميل اللي هو حبيده تسموه كده حاجة ظريفة جدا مختلفة ممكن تقطعه أصغر من كده لو عايزين ونجيب النوع التاني اللي هو الملفوف نجيب هنا الجاتو دوت نحطه في الطبق نخلي ده هنا جنبنا وأوسع مكان للجاتو التاني أنا بابعمله وبابقى لفه في بلاستيك على أساسي بقى سهل ان انا فكه لو مش سهل ان افكه بقى ماسك جامل لكن صعب ان انا فكه نعمل دي كده خيرة نسلطيها واخد معايا وقت أكتر من اللي عملت في البشاميل هاخد ده هنا هو توقع الطعم هيبقى مرفوف كده هو فكرة الرولاد زي ما قلت واختصارا للوقت هنوريكم كام واحدة هنا هو فمن نفس البشاميل ممكن تعملوها باكتر من طريقة ممكن تعمل بالطريقة دي اللي هو بيبقى مرفوف أو رقات فهقطع هنا هو بالبلاستيك وعدين نحاول نفك البلاستيك ممكن ده يكون أسرع ممكن ممكن لأ نجيب البلاستيك هنا هو ويبقى عندي لون تاني اللي هو اللون الأصفر يبقى فكرة البشاميل اللي هو معمولة لكنها سويس رول أو كدناها جاتو معمولة ملحة حاجة مختلفة لكن هي الأساس إيه؟ أكل سريع بيتاكل بالإيد ممكن بخلة لو حبين أو لو عايزين ممكن يبقى زي ما بقول وده موضوع حلقتنا النهار أكل صغير يتاكل بسهولة لكن ممكن يكون أسهل في عميل أكل بيتاكل بالصعبة حاجة بسيطة وسهلة اللي أبسط منه فنفتح التلاجة نشوف أنواع الجبن اللي موجودة إيه هنعمل توليفات من الجبن عندي جبنة كريمة جبنة روكفورد جهس تعملها جبنة روكفورد مع الجبنة الكريمة وأحط معهم عينب أما اللي أنتو شفتوهم دلوقتي أنواع جبن مختلفة ممكن يكون شادر موزرلة فتا أي أنواع تانية ممكن كل دول أخريطوا مع بعض مع فلفل الألوان يبقى هنا ممكن يكون أي أنواع جبن وبحط جبنة تمسكهم مع بعض اللي هي جبنة الفتا جبنة كريمة وفتا مش أكتر من كده نوعين من أنواع الجبن اللي هو هاكل إحنا تملي جبنة وشمامة فهيجيب شمام وأكوره ويكون هو الحشب ممكن دي يكون كور بطيخ لو حبيت فهنبتدي نعمل التوليفات بتاعتنا دي بطريقة سهلة جدا من أنواع الجبن لو بحب الجبنة الروكفورد هكتر فهي نسبة وتناسب حط هنا قطعة من جبنة الروكفورد ومعها جبنة كريمة بس تمسكهم في بعض فده يبقى العجينة أو الخلطة اللي أنا هبتدي بيها نعمل أول حشو وبعدين هاجي هنا هاجيب شوية من الجبنة الكريمة كسامغ ألزق فيه شوية من الشدر شوية شدر طعمهم قوي دولهم أصفر مختلفين شوية من موزرلة وعشان الفئ اللي جبنا الكريمة ما فيهاش ملح هستعمل برمجان وإنتوا أعملوا التوليفة اللي أنتوا عايزينها بس راعوا الحاجات الصغيرة دي ديت بخلطها مع بعض وده يبقى نوع تاني حاجات بسيطة جدا أفكار بسيطة بس بتلوها في الحفلات وبعدين هنعمل نوع الثالث من الجبنة الفتة مع شوية جبنة كريمة هي تبقى طريقة شوية نحط مع شوية جبنة كريمة صغرين وزي ما قلت إحنا بنأكل جبنة وشمام فيجيب كورة شمام وهيبقى دا الحشو نجيب أول كورة نعملها نعملها إيلا وباخد شوية من الجبنة بعملها زي كورة وحط في قلبيها شمامة خطعة من الشمامة ولفها واحطها هنا في صدق يكون مجروش ناخد واحدة تانية هنا بلف الجبنة وبحطها في صدق يكون مجروش زي ما قلت كل نوع هيتفاوت الطعم بتاعه بعمل له توليفها مخصص يعني تمشي معها بعملها هنا والكورة دي بعد ما بعملها ممكن نحطها ونزيبها في التلاجة يبقى دهية كورة بالفزق وبعدين هتكرر هنا مع الجبنة للشدر والمزرلة حط معهم شوية ملها كورة كده فلفل ملوان نحشيها هنا هون فلفل الألوان فواحدة معمولة بفاكهة واحدة معمولة بخضار وبنقفل الكورة هنا ودي انا شايفها ممكن تتماشى مع بقسمات بسكوت بجيب بسكوت وطحانه وحطها في قلبيه ده ليجها دي تبقى فكرة تانية الكورة دي وبعدين آخر واحدة هنا هتبقى اللي هي الجبنة الروكفورد دي أشهرهم وأقدمهم بتبقى جبنة الروكفورد مع جبنة بيضة حطها هنا هون عشان هي بتبقى طعمها قوي شوية حط معها عنب نجيب عنب وبقفلها هنا هون وبلفها ودي ممكن احطها مع عين جمل شوية عين جمل بتحمص ودول بتكون الأفكار بتاعتنا اللي هي عبارة عن كور من الجبنة بلفها بعد ما بحشيها بلفها في المكسرات بفصدق في بقصمات أو بسكوت بمعنى أصح وبسيبها دي تتمسك دول بيكون الشكل بتاعهم طبعا مش لازم أقف أعمل كل ده قدامكم لكن هي دي الفكرة لو أنا جبت اللي بلفصدق وقطعتها مش لقى كن بيض يعني أنا تخيلت الشكل اللي أنا بعملها إن الشمام أو الشه هيكون لونه أصفر جبنة هتكون قوية حطي دول إيه ده اللي هما باللوز كور جبنة تتاكل الصوابع متة وليفة اللي هي ممكن يكون إحق جبنة وشمام أو جبنة وبطيخ أو جبنة وعنب بقطع واحدة هنا هو تبقى بالفكرة فيها كل واحدة لها طعم مختلف عن التاني بحسب لون العنب اللي بنحطه بنحط بقيت الكور هنا وعندي هنا ديت بالفلفل عشان اللون اللي عيني بما يطلعش وفيها بقسمات بقيتبقى ألوانها مختلفة شوية هحط هنا ها بتعنقل طعم ويبقى فكرة جبن كور جبن نفتح التلاجة لو ما عنديش جبن مش كمية كبيرة خلي الجبنة الكريمة هي اللي بجيبها أكتر والجبنة التانية بتبقى مركهات يما بحط جبنة روكفورد مع عنب يما بحط جبنة فتا مع الكريمة مع شمام أو شهد أو بطيخ أو بحط الجبن كلها متزرهلة مع شدر مع جبنة الكريمة معهم خدر وبقصوا بعض جربوه من شاء الله بنا ويبقى أهلا بكم من مطبخ أسامة هنعمل حلو سهل وبسيط هنعمل جيلو الجيل الجاهز اللي بتجبوه حسب اللي عبوه بتقول لكم إيه تتابعوا الخطوات تقطوه على مية سخنة سيب ديات لغاية لما تبرد شوية هعمل منها كزا لون هعمل منها ممكن المانجا ممكن نحط كيوي حسب اللي موجود أسامة هتبرد شوية ودي هصبها في كوبايات بس مش هاملاها نحط هنا طبقة أولى من الجيلو فانا هعمل جيلو وهعمل موس واللي اتنين بيبقى داخل فيهم الجيلاتين بجيب جيلاتينة بداوبها في مية وديتها تبقى الأساس بتاعي في الموس هعمل موس شوكولاتة عبارة عن شوكولاتة سايحة ممكن أجيب شوكولاتة وحطها مع حليب زي فكرة الجناش باخد الشوكولاتة والحليب وأسخنهم وبعدين أحط هنا الشوكولاتة السايحة اللي هو موس الشوكولاتة مع كريمة لباني مخفوقة حطها هنا هون حسب كمية السائر اللي عندي بضيف الجيلاتين فاحنا هنا حطين حوالي كوبايتين من الكريمة اللباني كوبايتين من الشوكولاتة السايحة وهحط عليهم أربع معالب حسب برضو الجيلاتينة هكون مركزة مركزة قد ايه فهاجي هنا أجيب الخليط ده ونضيف عليه الجيلاتينة اللي احنا عاملينها وأتأكد انها بردت شوية ما تكونش سخنة ونقلبها لغاية لما كله يتدخل مع بعض زي ما قلت ان الموضوع هنا هو يتوقف على ايه الألوان والطعم والنكهة فديت هتكون لونها بني طعمها شوكولاتة ممكن استعمل نفس الفكرة هنا مع منجا بجيب هنا مانجا بوري جيلاتين وكريمة تخيلوا دي فراولة أو أي نوع تاني بس طرامة عندي اللون الأحمر اكتفيت بإني أعمل اللون الأصفر مانجا والشوكولات بني ونبتدي نعمل مع بعض الرئات دي بعمل ايه في الرئات دي اللي كواب اللي ببقى حاطت فيها أول رائعة فأول رائعة هيكون اللي هو معمول بالفراولة فعندي جيلو معمول باللون الأخضر ممكن نعمل كام واحدة وعندي نوع تاني باللمون نحطه النوع اللي هو الأصفر اللي خدته بقى لكم منه إن أنا عملت دا ويسيبته رائعة لما مسك فكل مرة بعمل رائعة وأسيبه يمسك عشان يبقى بالأصفر بالشكل دا ومتماسك أو بالأخضر بالشكل دا ومتماسك يبقى هنا الأصفر معمول كده يبقى رائعة أحمر رائعة أصفر رائعة أخضر وممكن نعملهم كلهم رائعة من الجيلو لكن مش معقولة نعملها جيلو ممكن نستعمل معاها الموس فهنرجع دورينا هو ونبتدي داية لسه طرية دولي جمدين ومسكين الموس اللي عملناها مع بعض شوكولاتة ومانجا كريمة مخفوقة الجيلاتين مكانين هو وببتدي أحط الرئات بتاعة الموس بتوفيق وتباديل نشوف على اللون الأخضر إيه اللي يمشي معاه وإيه اللي يمشي مع اللون الأصفر فمش هحط المانجا على الأصفر هخلي الشوكولات تبقى فاصل بينهم موسيقى اخط انه وبعد كده نحط شوية من الشوكولات خلي الشوكولاتة هنا وبعدين هحط مانجا فانتو هتوزعه الألوان زي ما تحب نفس بالشيء هنا ودي ممكن عملها في كبات كبيرة أو كبات صغيرة والموس بتاع المانجا يعني الشوكولاتة هيبسك أكتر عشان الشوكولاتة لما بتبرد بتتماسك المانجا بتبقى سائر فممكن في الحالة دي بزوت لها الجيلاتين ودي ممكن احط موس تاني الشوكولاتة من فوق أو لو عايز ممكن اكتفي بدوت وزينا بس اتأكد انها الجناب بتبان لانه دوت مهم جدا في المنزر اللي انا بعمله وبعدين نزينهم ونجيب الصينية اللي نقدمها فيه من فوق ده هغطيه ببتدي هنا نحط المانجا على فوق هناك و ممكن نقطيهم بقطع فاكهة جافة لو حبيت بمكسرات ممكن نستعمل الشوكولاتات اللي هي بتبقى حلويات السكاكير زي ما بيقوله بتطعينه و في الآخر بكون عمالة الرئات دي اللي هي بتتماسك اللونين فوق بعض وبعد كده بحط الانواع اللي انا عايزها بجي هنا ممكن على الشوكولاتة نحط قطع من الشوكولاتة نقطيها من فوق نحط خطع هناه او اختار نوع من انواع البسكوتات يبقى في حجم قرمشة نكسرها ونحطها عليها من فوق هناه او حتى نحطها وتبقى كبيرة بالتغميز لو حبيته ممكن اجيبها يبقى معاها كرامل طبعا مش هقولكم قد ايه تبتكروا بحاجات مختلفة هناه للتزين ممكن شوية هنا بالكرامل والمكسرات او الوان وبرضي يكون فيها مكسرات لو حبيته ممكن قطعة من كل واحدة ينقوا من كل الاشكال والالوان وتقعدوا تلعبوا تعملوا كل اللي انتم نفسكوا فيه او تخلوا ضيوفكم محطوهم كل حاجة وكأنه بفيك اللي كل واحد يعمل اللي هو عايزه فدوت فكرة الفكرة التانية احنا ممكن نعملها في كبايات كبيرة يعني ممكن نحط عليها من فوق كورنفليكس لو حبيته او انواع السريل اللي هي المختلفة دي اجيب الصينية هنا اهو ورص عليها اللي احنا عاملينه مع بعض ده بات فلو بنتكلم على انها اكل التاكل صوابع حاجات صغيرة يبقى في الحالة دي ممكن عاملها صغيرة او بعملها كبيرة لو العزومة على حلويات هط كم واحدة قدامه منهم فده موس مع جيلو هط بالطريقة دي هنا و نتيقل انتو جالكم افكار تانية وانا بعمل دي ممكن تبدعوا فيها وكانت فكرتنا النهاردة في الحلقة ان احنا نعمل اكلات التاكل زي ده بنقول فنجر فود بس تتازقز عبارة عن ايه ابتدينا صدور فراخ حاشناها ورق عنب خطتها مع الزبادي ودية ممكن تبقى قطمة او بخلة ممكن اكل فدية كانت الفكرة فيها ورق العنب ومعها شوية الزبادي فمن جوه الوان ممكن تختلف لو حطيت فقلبها اغدار دي انا عملنا واحدة تحنية بخدار نفس الفكرة صدور فراخ ومعهم زبادي وفلفل الوان جوهر الحشو عملنا رق بشحمل زي الرولاد ياما بعمله رقات يبقى جاتو او بعمله ملفوف ويبقى رولاد فدية رقات الجاتو بتجبنا فلفل مشوي او بلفه بنفس الفكرة جبنة وفلفل مشوي جبن محشية نكهات مختلفة جبنة روكفولد معاها عينب من جوه او فتا معاها شمان من جوه او انواع جبن معهم خضر من جوه واخر حاجة كانت حلو نبارة عن جيلي او جيلو مع الموس تالي واحدة مش عيد اختاروا حاجة منهم على القلب اتمنى تجربوهم وان شاء الله تنرى بكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة